أثابكم الله يقول السائل فضيلة الشيخ أرغب في طلب العلم ولكن أحس بملل إذا انقطعت عن الدعوة ومرافقة المتعاونين فما توجيهكم لي أثابكم الله العبادات عواقبها حميدة والناس يختلفون من الناس من فتح الله عليه بالدعوة فإذا دعا إلى الله وأمر بالمعروف وناهى عن المنكر زكت نفسه وصلحت أحواله وأحس بلذة والقرب إلى الله عز وجل لا يمسي ويصبح هنيا إلا إذا قام شرع الله وأمر بأمر الله ونهى عما نهى الله عنه ولا يزال ذلك الأمر في قرارة قلبه وفي جوارحه وقالبه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى فهو بخير المنازل عند الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فلا يرتاح حتى يأمر بما أمر الله بها وينهى عما نهى الله عنه ومن الناس من فتح الله عز وجل عليه في طلب العلم وشأنه كذلك فلا يرتاح إلا بآية يقرأها ويفهمها ويتدبرها فيحل حلالها ويحرم حرامها ويتبع شرعها ونظامها أو بسنة يتعلمها فيعمل بها ويدعو إليها فهذا بخير المنازل عند الله سبحانه وتعالى ولا تجده مرتاحا إلا إذا عكف على كتاب أو هدي إلى صواب أو تعلم من شرع رب الأرباب فهذا له العقبى وحسن معاه ومن الناس من رزقه الله أمورا صالحة غير هذه الأمور لأن الله يقول فاستبقوا الخيرات الإشكال الذي نريد أن ننبه عليه أن البعض إذا كانت نفسه مستجيبة لعمل والشغل بغيره ضعف ما ألفه من لذة الإيمان وحلاوة الإيمان فيشك في نفسه وقد يظن أنه ضعف التزامه ضعفة استقامته كرجل تجده قواما صواما فيأتيه فترة يشغله والداه بأمر مع أن بر الوالدين طاعة لكنه لا يستشعر فيبقى يحن إلى العمل الصالح وهو قيام الليل وصيام النهار فينزعج من أوامر والديه مع أنه ربما يكون أجره في بر الوالدين بأضعاف أضعاف أجره في قيام الليل وصيام النهار فهذا كله دواؤه أن يستشعر الإنسان أنه يعامل ربه وأن الجنة لها أبواب وأنه إذا شعر بالسعامة والملل بسبب إلفه لطاعة عليها أن يعلم أنه يعامل الله سبحانه وتعالى وأن هذه السعامة والملل من الشيطان فليدفعها أو تكون من إلف الإنسان فليعاملها بالطريقة التي لا تؤثر على طاعته واستقامته فأصيك أخي في الله ما تجده في العلم من السعامة والملل والتعب هذا خير عظيم ينتظرك من الله سبحانه وتعالى وهذا أمر أوصان به العلماء وجربناه ووجدناه صحيحا أنك إذا طلبت العلم ستضيق عليك الأرض بما رحبت ستجد الهم والغم والتعب والنصب والمهانة في مقام عزة في مقام كرامة والمذلة في مقام عزة وستجد وستجد حتى يبوئك الله مبوأ صق العلم مراث النبوة والأنبياء هم أحب الخلق إلى الله وأحب الخلق إلى الله أشدهم بلاء عند الله فأقرب الناس إلى أحباب الله هم أقربهم إلى البلاء فلا تظن أن العلم طريقه قد فرش بالورود أو أنه أنس ولذة ويرى الإنسان العالم الناس تقوم له وتقعد أو تسمع كلامها أو تطيعه هذا ليس للعالم وليس لأبيه ولا لأمه ولا ميراث ورثه هذا دين الله وشرع الله وما تراه من العزة هي عزة الإسلام وعزة الدين فإياك أن تظن أن هذه الأمور الحميدة الجميلة أنها هي الصورة الحقيقية للعلم العلم امتحان وابتلاء امتحان في نفسك أن تفرغها لله وامتحان في فكرك ووجدانك أن تشغله بأوامر الله وشرع الله حتى يصبح العلم هذا أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك تجاهد في هذا العلم جهادا مريرا حتى تهدى السبل ما معنى قولي تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ما معنى أنك ستجتهد وتجد وتتقرب إلى ربك سبحانه وتعالى بالعلم بكثرة الفتن والمحن أولا لن تجد وقتا تتفرغ فيه لحفظ أو قراءة أو مراجعة فتجد الفتن تتحيط بك من كل جانب ثانيا لن تجد شيخا يتفرغ لك فتبحث وتتعب وتنصب وهذا كله يثبت صدق عزيمتك في العلم فلا تزال تمتحن تمتحن يؤذى طالب العلم وهو يطلب العلم فتتهكم به الناس تستهزئ به الناس ينظر في مجتمعه فيجد البعض ينظر وكأنه يطلب شيئا حاشا لا ثواب له ولا أجر له لأنه لا يجد فيه مناصب ولا مراتب ولا يجد فيه تجارة ولا أموال ولا يتجد الناس تقوم له وتقعد في المناسبات والأفراح ونحوها وإنما قامت لأهل الدنيا وقعدت هذا كل امتحان فإذا أصبح ينظر إلى هذه الأشياء النظرة الشرعية من أن الله زكى العلم وأهله لأنهم أرادوا وجهه وأن الدنيا ليست لأهل العلم وأن المراد منها يجد ويجتهد وأنه دخل إلى هذا الطريق المليء بالمتاعب والمصاعب قوية نفسه استجمت روحه وتجد طالب العلم في بعض الأحيان تأتيه المحن من بين يديه ومن خلفه حتى إنه في بعض الأحيان يحفظ كثيرا من العلم ثم يقول كأنني ضائع والواقع أن العلم لا يضيع أهله العلم لا يضيع أهله ولكن بمجرد أن يغفل الإنسان عن الاعتصام بالله عز وجل وعن الصلة التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى فإنه تخور قواه في العلم يقول سآمه ملل ليس في العلم سآمه ولا ملل كيف تسأم وأنت تشتري سلعة الله الغالية كيف تسأم وأنت تخبط بقدميك إلى الجنة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة الله أكبر ما قال إن الله يثيبه بالجنة سهل الله أنت في طريق التسهيل وليس في طريق التعسير هذا كل من تخذيل الشيطان كل ما تجد في قلبك شيئا يخذلك عن العلم يضعفك عن العلم فاعلم أن الشيطان قد نفث في قلبك وأن هذا من توهين الشيطان طالب العلم يضع نصب عينيه كتاب الله والسنة والشريعة والملة يحبهم أكثر مما يحب نفسه التي بين جنبيه ما معنى أن يحبهم أكثر من نفسه التي بين جنبيه أنه لا تأتيه شهوة ولا يأتيه هوى ولا تأتيه فتنة كبير النفس إليها إلا أخذ بزمامها إلى الوحي وقادها بالقرآن والسنة صغيرة ذليلة وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةِ ما هي المأوى؟ من هم؟ أولى الناس بهذه الصفة الأنبياء والعلماء وطلبت العلم هم أشبه الناس بهذه العلم ليس في العلم سآمة ولا ملل ما الذي تشتكيه في العلم حتى تسأم؟ ما الذي تشتكيه في العلم حتى تمل؟ سنن وضعت بين يديك قد كانت الناس تسافر إليها حكم وأحكام تصل إليك قد كانت الناس تنفذ أرواحها وما بلغتها العلم جاءك اليوم سهلا مسهلا ميسرا وقد كانت الناس تطلبه بالمهج النفوس فأي سآمة وأي ملل؟ ثم أي سآمة وأي ملل؟ والله يسمعك ويراك ويرضى عما تقوله وتعمله إذا أردت به وجهه الكريم ليس في العلم سآمة ولا عتبة ولا ملامة إلا إذا قصر الإنسان في حقه أما العلم فهو أزكى الأشياء وأقسم بالله العظيم لن تجد على وجه الأرض أزكى ولا أنقى ولا أتقى ولا أوصل حبلا بالله من أهل العلم وطلبة العلم إذا صدقوا وعرفوا من يعاملوا السبب أن الإنسان يجلس مجالس العلم ويسمع كلام العلم وكأنه يريد أن يجمع علما جاثا خاليا من العبادة العلم هذا أساسه الروح والصلة بالله عز وجل أن تعلم أنك تطلب أقدس الأشياء وأحبها إلى الله وهم يراث النبوة وأنك لو جلست مجلسا فحزت حكما شرعيا أو تعلمت أمرا شرعيا أنه قد اغتفعت درجتك عند الله سبحانه وتعالى متى شعر طالب العلم أنه يعامل الله ذلل الله له الصعاب وفتح في وجهه من الخير كل باب وسهل له لبلوغ الجنة ومنازل أهل الحق والصواب من بذل لله نفسه في هذا العلم وجد واجتهد وصدق مع الله وأحب العلماء وأحب العلم لا يعرف السعامة ولا الملج سبحان الله انظر إلى أهل التجارة في الدنيا كيف تفاخروا كيف عبثوا كيف لعبوا كيف أنسوا تجدهم في نشاط الرجل منهم يسهر ليالي في البيع والشراء والأخذ والعطاء ثم يرجع إلى زوجته لا يعرف حديثا إلا تجارته وأنت في أعظم تجارة تجارة لن تبور تجارة الحليم الرحيم ملك الملوك الغفور أي سعامة وأي ملل لا والله لا نشتكي إلا من شيء واحد لا أعرف شيئا يشتكي منه طالب العلم بل كل عبد صادق مع الله عز وجل والله لا أعلم شيئا أشتكي منه إلا إضاعة حق الله عز وجل والتقصير في حقه والله لم نشتكي ربنا في هذا العلم أن هناك أي شيء نحتاجه إلا وقد بلغنا الله إياه لا أظن أن أهل العلم فقراء لا شيء إلا إلى رحمة الله ووالله ثم والله نشهد خلق الله قبل لقاء الله أن الله وسعنا برحمته وأننا ما رأينا من هذا العلم إلا كل خير ولم نرى من هذا الرب البر إلا كل خير ولكن للأسف أننا ضيعنا حقه أن أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا لم نشعر يوما من الأيام أننا فقراء إلى شيء عند غيرنا جعل الله الملوك والعظمى والرؤساء والوزراء وأهل الدنيا والثراء يأتونك من أجل الفتوى جعل الله حاجتهم عندك ولم يجعل حاجتك عندهم ولذلك أغنى الناس العلماء وعز الناس العلماء وأصلح الناس وأكثرهم استقامة لدين الله ولملك الملوك سبحانه العلماء لكن بماذا؟ بالأساس العظيم وهو خشية الله فإذا عرف الإنسان حق الله وعرف أنه يعامل ملك الملوك لم تأتيه سآمة سآمة وهو يعيش جنة الدنيا قبل جنة الآخر أي سآمة أي ملل كل لحظة تمر عليك وأنت حسناتك مكتوبة وأجورك مصطورة إن كتبت أكتب أجرك إن سمعت كتب أجرك إن قرأت كتب أجرك ما الذي تشتكيه من ربك حاشا أي سآمة أي ملل هذا كله من الشيطان ومن تخذيل عدو الله لك فاتق الله واحمد الله على نعمته وسأل الله أن يشد من أزرك لا تفكر في شيء إلا حق الله واعلم من تعامل ولذلك اصطفى الله العلم اصطفى أهله فليس على وجه الأرض شيء أقدس ولا أطهر ولا أزكى ولا أسمى ولا أسمى من هذا الذي تجلس وتطلبه من قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام فأحمد الله على نعمته واشتغل بهذه النعمة وعلم أنك فائز برحمة الله عز وجل وأن الفوز كل الفوز أن تتعلم ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى ويجعلك عزيزا عند الله ما الجاه إلا الجاه عند الله الجاه عند الله خير جاه أسعد الناس في هذه الدنيا من جعل الله عز وجل العلم أكبر همه وغاية رغبته وسؤله فعلمه علم العلماء ورزقه خشية العلماء وألهمه الصواب في العلن والخفاء وألهمه خشية في العلن والخفاء ويسر له السبيل للنجاح اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك ونسألك أن تبزقنا الصواب فيما تعلمناه وعلمناه اللهم إنا نسألك العلم والعمل والإخلاص والقبول اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا اللهم سدد به ثبت به جناننا وسدد به لساننا وألهمنا به رشدنا اللهم إنا نسألك الحق والصواب اللهم اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم إنا نعوذ بوجهك العظيم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنه لا أكرم منك إذا سئلت اللهم لا أكرم منك إذا سئلت فنسألك اللهم أن تجعلنا نصبع عيننا الحق حتى نلقاك وأن تراض عنا اللهم اجعلنا من أهل الحق والصواب اللهم اجعلنا من أهل الحق والصواب اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة ثب ارزقنا علمها والعمل بها والدعوة إليها والإخلاص لوجهك في جميع ذلك والقبول منك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بيض بها وجوهنا واثقل بها موازيننا وأقم بها يوم العرض عليك حجتنا اللهم إنا نسألك أن ترحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا اللهم اجعلنا ممن قلت له يوم العرض عليك صدقت فكان من الفائزين ولا تجعلنا ممن قيل له كذبت فكان من المحرومين اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك وعملا يوجبنا الرحمة منك يا أرحم الراحمين اللهم غفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين وشي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتاهم أجمعين اللهم غفر لهم ورحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم وصلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العفو والعافية والمعافاة التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم وأظهر الحق والهدى على الدين كله يا رب العالمين وما أبرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أهل طاعتك وتجعلنا منهم وتذل فيه أهل معصيتك ولا تجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين وبعزتك إله الأولين والآخرين اللهم إذ أغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم وفق ولا تأمورنا لما تحب وترضى واجمع كلمتهم على الحق والرضا اللهم ومن على ولي أمرنا بالعفو والعافية اللهم مشه وعافه اللهم ارفع عنه البلاء وأذهب عنه العناء ورده سالما غانما واجعل ما وهبته من العافية عونا على طاعتك اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك وانشر به رحمتك واجعله سلما لأوليائك حربا على أعدائك يحب بحبك من أحببت ويعادي بعداوتك من عاديت اللهم اغفر لنا أجمعين وعمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين